أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القارة الإفريقية تحتاج إلى حجم هائل من التمويل لمواجهة التغيرات المناخية جاء ذلك خلال كلمة مدبولي بإحدى جلسات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ دول في أفريقيا في دائرة مفرغة الفجوات والأزمات المالية والتمويلية التي نعاني منها تقود إلى تخفيض تصنيف دول أفريقيا وبالتالي كل دول أفريقيا تعتبر دول متوسطة أو عالية المخاطر من حيث موضوعة ضمان التمويل وبالتالي تفرض عليها شروط أصعب من باقي دول العالم وكل المناطق الأخرى وبالتالي تظل أفريقيا في هذه الدائرة من عدم القدرة على النمو والتقدم واعتقد أنه حان الوقت للعالم كله أن ينظر لأفريقيا بأنها تحتاج أن تكون الأولوية في الفترة القادمة أو على أقل في العقد أو العقدين القادمين في كل المشروعات التنموية شكرا